إيباب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا بيماني قال أخبرنا شعي بن السوري قال حدثني بيت الله بن عبد الله بن عبطة بن نصعود نافى سعيد بك الله تعالى عنه وأنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديث طبيل عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال ياتي الدجال و هو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينسل بعد الصباح التي تلvalues المدينة فيقرضوا ليه هو ما زدة الرجل وهو خير الناد قال من حيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشقون في الأمر فيقول أنه لا فيقتله ثم يرحي فيقول وقم والله ما كنت فيك أشد بسيرة من اليوم فيريد الدجال أن يفجله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة المالك النوعين بن عبد الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الضاعون ولا التجال وبه قال حدثنا يحيى بن مسا قال حدثنا يسيد بن حارون قال أخبرنا شربة القتال تنسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الضجال فيجد الملائكة يحرصونها فلا يقربها الضجال ولا الضاعون إن شاء الله هو باب يا جوجة وما جوجة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعي بن السريحة قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا فيان سليمان المحمد بن أبياتيك عن ابن شها بن عبد وابن السبير أن سينب بنت بي سلامة حدثت عن أمي حبيبة بنت بي سفيان عن سينب بنت جحش رضي الله تعالى أنه وعنكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزيان يقول لا إله إلا الله وإنهم للعرب من شر قد اغطرب فتح اليوم من ردمية ما جوجة وما جوجة من ردمية جوجة وما جوجة مثل هذه وحل لك بإسباعيه عبها من التي تليها قال الزينب بنت جحش فقل دياء رسول الله ما فانحذك وفينا الصالحنا قال نعم ذاك ثلال خبس وبه قال حدثنا موسى بن اسفعيل قال حدثنا وحيون قال حدثنا ابن طاوس نبي نبي وريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردمية جوجة وما جوجة مثل هذه وقضى وهيهم تسعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام باب قول الله يأتي الله وعطي الرسول ولنمر منكم وبه قال حدثنا عبدانه قال أخبرنا عبد الله عن النسان السحري قال أخبرني أبو سلامتنا عبد الرحمن أنه سمع باب ريرة رضي الله تعالى أنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من آطاني فقد أطع النه ومن أصعني فقد أصع الله ومن أطع عميري فقد أطعني ومن أصع أميري فقد أصعني وده قال حتصنا إسماعيل قال حتصنا المالك عبده الله بالإذنان اللえ según أحر رض更 الله أنما وعنم� вас رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا كلكم دعين وكلكم مسؤولا رعيته فالإمام الذي على الناس دعين هو مسؤولا رعيته والرجل رعين على أهل بيته وهو مسؤولا رعيته والمرأة رعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل رعين على مال سيده وهو مسؤولا عنه فعبوا لكم رعين وكلكم سورنا رعيته باب للأمراء من قريش وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعي بن نسوري كان محمد بن جبير بن مطبنين وحدث أنه بلغ معابية رضي الله تعالى أنه عنهم وهو عنده في وبل من قريش أن عبد الله بن عمرين وحدث أنه سيكون ملك من قهدانا فقذب فقم فأذنع الله بما هو أهل ثم قال أما بعد فإنه بلغني أننا رجالا من ألم يحدثنا حديثة ليس فيدن ليس في كتاب الله ولا تسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاك أجب حالكم فأياكم والأمانين التي تذلل أهلها فإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا لم رفيق ريش لا يعاده محدث لكبك الله على وجيب ما قاموا بنا تابعون رعي من عمرين مباركين معمرين الزهريين محمد بن جبير وبه قال حدثنا أحمد بن نسى قال حدثنا عاسم محمد قال سميت أبيك يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حذر مرفيق ريش ما بكي منهم إثناني باب أجر من قضى بالحكمة لقوله ومن لم يحكم بما أنصر الله فأولئك هم الفاسقون وبه قال حدثني شهابه عباد قال حدثنا إبراهي براهي بيدنا نسى ما علام قيسنا نظر الله رضي الله تعالى وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجلنا تاتاه الله ما لم فصلته على هلكثيف الحق أو آخر آتاه الله حكمة هو يقضي بها ويعلمها باب الصمع والطاعة للإمام ما لم تكن معسية وبه قال حدثنا مصدد قال حدثنا يحيان شوبة نبيط يحيان نسى بن مالك رضي الله تعالى وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعوا وأتيعوا وإيستعمل عليكم عبد الحبشين كأن راسه الزبيبة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمات عن الجاد نبي راجئن عن ابن أباس رضي الله تعالى وعنهم يربيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكريهه فليصبر فإنه ليس أحد من فارق الجماعة وبه قال حدثنا مصدد قال حدثنا يحياب يحياب نسعيد نبي عن ابن أباس رضي الله تعالى وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسموه الطاعة على المرء المسلم فيما أحب وقره ما لن يؤمر بمعشية فإذا أمر بمعشية فلا سمع ولا طاعة وبه قال حدثنا عمر بن حب السفين ياسي ياسي قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمش قال حدثنا سعدهم وبيضتان أبي عبد الرحمن يعني ليهم رضي الله تعالى أنه عنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صريعا وأمر عليهم رجلا من النصر وآمرهم يطيعوه فقضب عليهم وقال أليس قدمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتهم حدبا وأوقضتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعتهم حدبا فأوقضوا فلما هموا بالدخل فقام ينظروا بعدهم إلى بعد فقال بعد إنما تبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفانا دخلها فبيناهم كذلك إذ حباد النار وسكن غضبه فتكرر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها آبدا إنما الطاعة في المعروف اشتركوا في القناة